طيب عندنا فيلم ايه تاني? عندنا فيلم تاني بيتكلم على اه حاجة مهمة جدا اللي هي الايه? العوامل التي تزيد من اه امكانياتك علشان تبقى اه كويس. يعني كفاقتك المناعي. ايه هي? اول حاجة. طبعا للأسف الشديد. في عوامل بتبقى مش قادرين يتحكم فيها زي التقدم في السن. اه الجنس بعض الناس. اه ساعات بيبقى بتاعك الفاميلي هستوري. في بعض الناس في عوامل بتحكم فيها. لكن احنا هل هنقول ان العوامل الوراسية والسن هو عوامل مدمرة ولا علاجة لها? لا والله عمرين منيز ابدا. ابدا. مهما كانت العوامل الوراسية ومهما كان السن هو في علاج اه في علاج. بس دي يعني دي عوامل موجودة بنحترمها. طيب. تعالوا نشوف الهرمون ليبلز. مستوى الهرمونات في الجسم. طبعا مستوى الهرمونات بيزيدوا يقل. يعني ايه يزيدوا يقل يا دكتور? يعني مسلا السيدات بيتعرضوا لي زيادة هرمونات ها? اثناء منتصب الدورة وبعدين تقل الهرمونات. فالدورة تنزل بليدين. حلو? يعني عندها نزيف دورة شعرية. وبعدين ترجع تاني تزيد وبعدين تنزل وترجع تزيد وهكزا تطلع وتنزل تطلع وتنزل. ده بيدمر لنا الدنيا. طيب. هل يا ترى في زي مسلا ما تغيرش حبيبي. هل في مثلا او حالات ممكن نجدد بها انسجة? اه زي مسلا عندنا الكليا. عندنا الروماتوري المفاصل اللي بوضل. مالتو الميلومة عندنا حاجات مبوضة العظم. هل ممكن نجدد ده? اه ممكن نجدد ده. طب خلي بالك معايا. احنا دلوقتي بندى كيموسيرابي. بندى علاج كبدا. بندى جلو كورتزونات. بندى بروتون بامب انهيميترز عشان المعدة. بندى كل ده موجود. لكن هل ده كافي? لا مش كافي. اما الايه اللي موجود تاني? اللي موجود ان احنا لازم ناخد بما يسمى بالفيزيوسيرابي او العلاج الطبيعي. خلاص? افرد ان انا عندي كسر في العظمة. انا جبست العظمة دي. هترجع العظمة تعمل مع ايه? مع تغذية جيدة. مع عرب. مع ماشي. مع حاجة جميلة اقولت لك. اهم حاجة بتعيد العظم تاني ايه? كباية زبادي. تلت بلحات. كل يوم والشمس والسلطة الخضرة. لو عملت كده يرجع العظم سليم تاني. بس هياخد وقته. من تلاتة لستة جوة. طيب. لو انا عندي بقى عظم بيتكسر بالكيفية دي. ليه العظم بتاعي سهل التكسر? ها? فيه اطراب هرموني. فيه مشكلة نفسية. فيه كسل. فيه صهر. ها? في حاجة مدمراني فانكسراني العظم. طيب. تعالوا نشوف حاجة جميلة تانية من الافلام الحلوة. اللي هي. الوقت انا سألت السؤال. ادي لك جدد بها الانسجة اللي بازت? ولا خلي جسمك يجدد الانسجة? لسه بنسأل السؤال. تاني. ادي لك خلايا من برة تجدد الانسجة? ولا خلي جسمك يجدد الانسجة? طبعا فيه ناس عندها ضمار فلازم اخد الاتنين. حدي لك حاجة سريعة. تجدد الانسجة بس حابز على تجديد انسجة جسمك كل. لكن لو اعتمدت على حاجة واحدة بس وهيحقينك. وكمان شهر انت ضيعتني. طيب. تعال نشوف الخلايا اللي بتبني قدامنا دي. ادي خلايا والخلايا دي بتنقسم. وبتنقسم كتير. وبناخدها ساعات من الجنين. خلاص? الخلايا الجنينية. وساعات ناخدها من الحبل السري. وساعات ناخدها من بريفر البلد. ناخدها من الدم الخارجي. وانكترها برا. سواء من الجنين. او من الحبل السري. او من الدم الخارجي. قطرها 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 وبعدين نعمل ايه? نرجعها في الجسم تادي. تصلح بقى خلايا المخ الجلطات. تصلح خلايا القلب. تصلح خلايا كلا. تصلح خلايا كب. دي ابحاث شغالة لدرجة انه. سنة الفين خمسة وعشرين. ان شاء الله بعد سنتين. تقريبا هيستغنى الناس عن الاشعاع والكيماوي والمضادات وكل ده. ليه? لان هيبقى كله علاج بالايه? بالخلايا. هل يا طرى بنعالج بالخلايا بس? ولا ممكن نعالج بالخلايا والصواريخ اللي بلازم يبقى صواريخ. وخلايا وساعات هدي زي مسلا عنده هديله المواد على طول الفعال على طول. تروح واخده السموم وصيداها على طول. ده الطب الجميل 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 اللي احنا بنشوف وصلنا فيه لغاية فيه. طيب. عندنا كمان فيلم بيقول ايه? بيقول انه مسكولار مسل. دلوقتي اغلب الناس عندنا قلم في الضهر وقلم في المفاصل وقلم. العظم بتاعها بيفقل الكتلة بتاعها. فالعظم بيرق. لما العظم بيرق بدل الكسافة ما بتبقى قد كده بتاع العظمة بتبقى رقيقة. والعظمة دي لو كعبلت في حاجة تتكسر. طيب. ايه اللي بيخلي العظمة ترق? اول حاجة عندي كرش. فالكرش ده كل كيلو. كل كيلو في الكرش بيضغط اربعة كيلو على الفقرات. تاني. كل كيلو في الكرش بيقصر اربعة فقرات. لو انا عندي عشرين كيلو كرش يبقى اضرب عشرين فاربعة. يبقى دايس على الفقرات تمانين كيلو. يبقى الكرش ده لازم تتخلص منه. خلاص? يبقى كل كيلو في الكرش بيضمر لاربعة كيلو على الفقرات. طيب. المعدة بتاعتنا. المفروض ان انا بعدل الوجبة بتاعتها بالراحة كده. ها? بدي نص كوباية حاجة سخنة. بدي طبق سلطة خضرة. بدي الحاجات البانية اللي تساخل الهضم وتمشي القولون كويس. اي مشكلة في المعدة بوزة القولون. ايه? يبقى لازم تحافظ على مين الاول المعدة? لو عندي حمودة باستمرار وقلم باستمرار كده القولون ضاع. لا فيه هضم ولا فيه مكوزة. حلو كلام? طيب. يبقى الدم اللي طالع من المعدة والامعاء في ايه? في شنك? مفوش حاجة. حتى كرات الدم بالحمره اللي طالعها بتبقى يعني يا دكتور? يعني خلاها مش فعالة. يبقى الواحد هيموجلوبين اتناشر تلاتاشر وعنده انيميا. واصداع ودوقة. وتاعت عينيه اسود. تقيس الهيموجلوبين انت ايه مزبوط? بس هو عنده انيميا. لان الخلاها مش شغالة. طيب. تعالوا شوف الحاجات اللي بتضمر الجسم. شايف انت اللي بيلحص جلاتي وبيشرب مية معدنية ومية غزية وكل ده بيكسر الجسم. بص بقى العظم بيكسر ازاي? ادي لايه الفقرة بتاعة العظم اللي ورا? بص العظم بيتاكل ازاي? بيتاكل العظم باستيوكلاست. الاستيوكلاست دي تاكل العظم. لازم خلاية تانية اسمها استيوكلاست بانية للعظم. لو كان البناء زي الهدم هنبقى ناس كويسين. طب لو الهدم اكتر ها? لو الهدم اكتر. اهو بص الاصلاح شوف ربنا شوف ربنا عامل ايه? العظم بيتكسر. في خلاية تانية بتيجي تلحم. زي ما يكون حطة حيطة واعت منها مونة. نعمل فيها ايه? نلحمها. نمحارها. طب لو سبتها من غير محارة. الحيطة كلها توقع. اهو. العظم بيتاكل? ايوة. سجاير ومواد حافظة وكسل ومروحة وتكييف. وانت عملت ضمر في العظم بتاعك. ميلي يرجع العظم? زي ما قلتلك ها? بلح زبادي ها? حاجات سخنة. امشي في الشمس ساعة وانا مبديك. طيب. دي كانت بعض الافلام اللي بنعرضها عن تكسير العظام. بكرر تاني شكرا لنقابة الاطباء على دعمها للدكتور جودة. وشكرا للنقابة. نقابة الاطباء سند وضهر. وبنكرر المسابقة بتاعتنا. مسابقة القراءة للعرب. سواء مسابقة آآ قراءة كتاب او مجموعة كتب او قراءة تشخيصية اقرأ كتاب عن عالم وتعالى عشان نناشك. وبنتكلم على الجوائز الضخمة وبنتكلم على ان الاعلانات اللي بتتنشر باسم الدكتور جودة الدكتور جودة يتبرق الى الله من اي اعلان. ولو جالك مندوب وقالك ان المنتج ده بتاع الدكتور جودة من فضلك اقبض عليه وسليمه للشرطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.